نصرته ومن تكن برسول الله نصرته فإن تلقعوا الأسد في آجامها تجمي مولاي صلاني وسلم دائماً أبداً على حبيب ذكر الخلق كلهم الله خصهم بالنصر والضطر أن لا يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جعفل مزقوا بالمرهق الذكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في ساطر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم مولاي صلاني وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم الله ينجي فؤدي من غوائرهم الله ينجي فؤدي من غوائرهم لأنه قد تمادى في تجاهلهم إلا يستطيع نجاتاً من مقاتلهم إباع الجنام بما يجني بباطلهم واستبدل الخلد بالفان كجاهلهم ومن يبع أجلاً منه بعاجلهم يا بله الغبل في بيع وفي سالم مولاي صلي وسلم كائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم الله يؤتينا رشداً عند صادمة لأنفس الخلق كم جاءت بها ديمة فلا تدعنا لزلة منازمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة من بعد زوراتنا سكان كاظرة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة ومن يبداً ما نافذة على حبيبك خير الخلق كلهم الله شاهد ما أبغيه لي أرباً وقد جعلت مديعي ذر وجا سبباً غريب مدح خلا في سيد الغرباً صلى عليه الذي أوحى إليه سباً والأهل والصحب والأتباع والنجباء مار النحاة عذبات البان ريح صباً وأقرب اللعي سحاب العيس بالنظم مولاي صلى الله عليه وسلم